سينفونية الفساد تعزف فقط في منازل الشيعة في العراق السفيرة الأمريكية جئنا لنبقى معادلة الدين الفوضى والتقسيم ما حصل في درعا لن يتكرر في إيران ابقوا معا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استوانة الفساد لدى الشيعة باتت مشروخة لكنها مع كل الأسف نسمعها فقط عند الشيعة فساد الشيعة نستمع إليه في منازل الشيعة لكن طبعا هناك من يكرر هذا الموضوع لدى المكونات الأخرى خصوصا لدى السنة الكرد ولدى السنة العرب تحديدا لكن هذا السؤال الذي يجب أن يطرح نفسه باستمرار خاصة هذه الأيام لماذا طرح موضوع وملف الفساد الآن وفي الأيام الأخيرة من حكومة السيد مصطفى الكاظمي ولماذا التركيز فقط على مناطق الشيعة وعلى فساد من يسمونهم بسياسي الشيعة أو المسؤولين والذين لديهم مناصب حكومية في الحكومات العراقية المتعاقبة وخصوصا في الحكومة الأخيرة برئاسة السيد مصطفى الكاظمي حتى لاحظنا لو تجون تشوفون المنحنة البياني للتصريحات بشأن موضوع وملف الفساد خصوصا من السفيرة الأمريكية من معهد واشنطن من مسؤولين غربيين في الاتحاد الأوروبي وطبعا أيضا وبشكل اللافت من مبعوثة الأمين العام في الأمم المتحدة في العراق السيدة بلاس كارد راح تشوفون هذولي ما حشوا عن الفساد في الفترة الماضية مصطفى الكاظمي تولى منصبه في أبريل نيسان 2020 لكن لاحظنا أن الغارب وهؤلاء الثلاثة بالذات بلاس كارد السفير الأمريكي والآن السفيرة الأمريكية ومعهد واشنطن وباقي مراكز التفكير الأمريكي التي تؤثر في صنع القرار لدى الولايات المتحدة وأنا أتحدث عن معهد واشنطن لأن الحكومة السابقة حكومة السيد مصطفى الكاظمي كانت تنفذ بدقة توصيات معهد واشنطن وعندنا تفاصيل في هذا الموضوع تحدثنا عنها سابقا خاصة فيما يتعلق بالقيادات الأمنية وفيما يتعلق بالقيادات الإعلامية وصايا توصياته أشبه بالفرامين من معهد واشنطن ومعهد واشنطن أسسته لجنة العلاقات الإسرائيلية الأمريكية يعني هذا اللي يسمونها الأيباك اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة هذه اللجنة معنية بتكريس الوجود الصهيوني الإسرائيلي غير المشروع في منطقة الشرق الأوسط وتحسين الصورة لدى العرب تحديدا والمسلمين بشكل عام فيما يتعلق بموضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني هذولي كلهم اجتمعوا في الأيام القليلة الماضية قبيل رحيل السيد مصطفى الكاظمي بعد أن تبين لهم أن الإطار التنسيقي مصر على مرشحه السيد محمد الشياع السوداني الذي أصبح بالفعل رئيسا للوزراء وبعد أن أجهض الإطار التنسيقي عندما شكل مع حليفه في الاتحاد الوطني الكردستاني وبعض المستقلين ما كان يعرف بالثلث الضامن أجهضوا مشروع ما سمي بحكومة الأغلبية حكومة الأغلبية اللي قلنا لكم وتعرفون كل الزين وهذا ثابت من خلال تصريحات الفاعلين السياسيين الكبار في التحالف الثلاثي السابق الذي أراد أن يشكل حكومة الأغلبية هي كانت حكومة للأقصاء تصفية الحجد الشعبي نزع سلاح المقاومة وضع العراق رهينة بيد الولايات المتحدة الأمريكية فالآن لاحظنا يعني بعد أن تبين لهم أن الأمر حسمة خلاص يعني قضي الأمر الذي فيه تستفتيان إجوا بدأوا يتحدثون عن ملفات الفساد الكارثة الكارثة أن الحديث عن ملفات الفساد يقتصر فقط على مناطق الوسط والجنوب ويقتصر فقط على السياسيين الشيعة أو الذين هم يعملون يمثلون أو عملوا فيما يسمى المكون الأكثر عددا المكون المجتمعي الأكبر في العملية السياسية نعم جيد يعني أنت عندما تتخلص من ملفات الفساد في مناطق الشيعة هذا أمر جيد ذات شنو يعني ليش فقط النواب الشيعة يتحركون ويعملون على كشف ملفات الفساد في مناطقهم زين النواب السنة العرب طبعا والنواب السنة الكرد أيضا شبيهم ليش دولي ما يتحركون على كشف ملفات الفساد أضرب لكم مثال بسيط هذا قضية المليارين ونصف مليار ما الموضوع الضرائب هذا الرقم إذا تجون تقارنوبي رقم يتكرر كل عام في كردستان رح تشوفه شيء بسيط عندك أنت في كردستان هناك 13 مليار دولار سنويا يتم هدرها وأخذها في جيوب المسؤولين الساسة المسؤولين الكرد في كردستان العراق وما حد يتحدث عن هذا الموضوع 13 مليار دولار سنويا من النفط والغاز اجمحها من اجمحها انتصال لك بعد سقوط النظام وحتى يومك هذا هذا ما يحكون عنه زي أن المنطقة الغربية هي جنة الله في الأرض طبعا لا يعني ماكو ماكو فساد لدى السياسي السنة او الوزارات التي يتولى مسؤوليتها او تولى مسؤوليتها سياسيون من السنة وهذا معروف يعني لدى الرأي العام انا اتحدث هنا عن فخ اعتقد انه نصب للسياسي الشيعة وللاخوة النواب الشيعة ونحن طبعا نشد على ايديهم احنا لا اتخمهم نواب الشيعة الذين يتحركون لكشف ملفات الفساد في النفوط في الغاز في قضية الضرائم في موضوع التقاعد وغيرها ملفات كثيرة ويبدو ان السيد يعني محمد الشيعة السوداني بالفعل يعني عازم على التصدي لمثل هذه الملفات لكنني اقول انه يجب ان لا يشغل كثيرا في هذه الملفات ويترك الامر للقضاء لكي يضرب بيد من حديد على اولئك الفاسدين مع تشجيع بقية النواب لفتح ملفات فساد في المناطق التي طبعا من السنة اقصد ومن الاكراد السنة يعني كردستان والمناطق الغربية الاخرى يجب ان يفتحوا هناك ايضا ملف الفساد قبل كانوا يحكون على الازدهار الغربيين بشكل عام الاوروبيين بشكل عام كانوا يتحدثون عن الازدهار والاستقرار عندما كانت حكومة السيد مصطفى الكاظم اشوف وجئة الان وزير الخارجي انتوني بلين ابليكن يتصل بالرئيس وزير الخارجي الامريكي يتصل بالرئيس الوزراء ويتحدث عن ناقش معهما محاربة الفساد تشعليكم السفيرة الامريكية تتحدث عن ملفات الفساد البلاس خارج تتحدث عن ملفات الفساد ولو تشوفون الخط البياني فيما يتعلق بالتواريخ راح تشوفون مثلا اولا اجيت بلاس خارج تحدثت بعدين محد واشنطن بعدين السفيرة الامريكية وكررت هذا الامر ونريد ان تحل ملفات انتو شنو قضيتكم يعني شنو انتو بالعير بالنفير هذا موضوع محلي وطني خالص يجب ان يعالج وفق بقاييس محلية وطنية وان لا يقتصر التركيز فقط على سياسي الشعة لانه وراء هذا الموضوع توجد اهداف كبيرة وهذا الهدف انتو شفتوه في مظاهرات تشرين شفتو التركيز على قوى شيعية محددة يتم تحميلها مسئولية الفساد او الاخفاق او كل ما شئت عن الحكومات السابقة معينة محددة مع تبرئة الاكراد والسنة الاكراد السنة والعرب السنة وتبرئة طبعا التيار الصدري آنذاك من تلك الملفات التي يجب ان يتحملها الجميع اكو اهداف كبيثة انتبهوا لها ولكي لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين رئيس الجمهورية عليه ان يصادق على احكام الاعدام التي صدرت بحق المدانين بالارهاب وحل هذا الموضوع تنظيف سجن الحوت بتنفيذ القانون قانون قضاءات قضائية نعم لا يكون فقط ملف الفساد هو الملف الذي يشغلكم ولا يكون فقط ملف الفساد يستهدف الشيعة فقط وجهات معينة من الشيعة الكل الكل يعني الكل ابقوا معنا السفيرة الامريكية لدى العراق جئنا لنبقى قبل ايام صرحت السفيرة الامريكية لدى العراق اثناء وجودها في معهد ابحاث الشرق الاوسط ميري في المنتدى الذي يعقد سنويا لهذا المعهد في اربيل ويحضره عادة العشرات من القادة والخبراء المحليين والدوليين الذين يعالجون مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والبيئية التي تواجه العراق حاليا السفيرة الامريكية رومانوفيسكي الينا رومانوفيسكي قالت بالحرف الواحد ان الولايات المتحدة هنا لتبقى في العراق واكدت ان الولايات المتحدة الامريكية هنا لتبقى وان الولايات المتحدة لن تذهب إلى أي مكان تعال شوف الجرأة والصلافة في الحديث عن الوجود الأمريكي وهذا طبعا يطرح لنا سؤال زين مصطفى الكاظر مش سوى كلال تقريبا السنين الثلاث سنوات التي حكم فيها هو موجئ به لتحقيق قضيتين أساسيتين الأولى إخراج القوات الأمريكية وعموم القوات الأجنبية من العراق والثاني إجراء الانتخابات المبكرة التي أجراها بالطريقة التي شفتوها وسببت أن هذه المشكلة عدا موضوع التزوير أوجدت استقطابات ثنائية وأدت إلى ما أدت إليه من الانسداد السياسي وطبعا ما رافق ذلك من أعمال عنف وقتل والذي صار في فتة الخضراء تتحدث هذه السفيرة الأمريكية ألينا رومانوفيسكي في هذا المنتدى طبعا المنتدى انتهى قبل أيام هذا الحديث في حلقة نقاش حول العنوان الأزمات المتعددة الطبقات أو متعددة الطبقات التي يواجهها العراق وقالت إن الوجود الأمريكي في العراق سيستمر وذكرت أن الأولويات الرئيسة لواشنطن عندما يتعلق الأمر بالعراق تشمل تحدي تغيير المناخ أو تغير المناخ الذي كان له تأثير مدمر على العراق فضلا عن إيجاد طريقة لتعزيز قطاع خاص نابر بالحياة هذا ما بيشي صراحة حتى لا نظلم يعني العراق أيضا يتعرض إلى مشاكل مناخية مناخية مثل بقية الدول العالم أكو احتفاظ حراري وهذا مع كل الأسف المسؤولين للحكوميين ما مل تفتيل كثير وهذا الأمر يقتضي تعاون مع كل الدول لأن هذا الموضوع أزمة دولية كبيرة قضية المناخ والعراق يعتبر خامس دولة معرضة في العالم لآثار تغيير المناخ بما في ذلك المياه انعدام الأمن الغذائي موضوع الجفاف التصحر والعراق يحتاج إلى تعاون مع باقي الدول هو لا يعيش في جزيرة منعزلة بل الكثير أيضا من المشاكل التي تتعلق بالتصحر مرتبط بجيران العراق سواء كان التصحر القادم من المملكة العربية السعودية والرمال أو فيما يتعلق بالمياه ومشكلة المياه بين العراق والتركيا وبين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذه ملفات تحتاج إلى معالجة وتحتاج أيضا إلى دعم دولي وإقليمي لأن يخرج العراق من هذه الشرنقة ويعزز من اقتصاده ومن الحياة للمواطن العراقي نعم هي دعت السيدة رومانا فسكي الحكومة العراقية الجديدة إلى إعطاء الأولوية للجهود المبذولة لمعالجة آثار تغيير المناخ على البلاد وأنا أيضا أدعو إلى ذلك هذا أمر ما بيشي بس الكلام المثير الذي يعد تدخلا سافرا في شؤون العراق الداخلية هو أنها قالت عن رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد الشياع السوداني والرئيس العراقي الجديد عبداللطيف رشيد شفوا هذا هذا كلام يجب أن يرد عليه إن أفعالهما ستحدد أيضا عمق العلاقات العراقية الأمريكية يعني دخلتهم امتحان حاطتهم تحت الاختبار هم الرئيس وهم رئيس الوزراء شو الكلام هذا إذا ما مشوا بالطريقة اللي يريدوها الأمريكان ف سأ قل لك نحن ستحدد أفعالهما أمق العلاقات العراقية الأمريكية لكن الموضوع الأخطر اللي أنا أريد أن أحدثكم عنه هو موضوع التواجد العسكري الأمريكي الذي يفترض أن يكون قد انتهى وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي السابقة ووفق الحوار الاستراتيجي الذي جرى بعيدة أو بعد مجيء القوات الأمريكية وقوات ما يسمى بالتحالف الدولي لمحاربة الأرهاب بقيادة الولايات المتحدة بعد دخول التنظيم الأرهابي وغزوه للأراضي العراقية لماذا هذا الموضوع يبقى عائما طبعا انتوا لاحظتم في الفترة الأخيرة حتى هناك أحاديث هذه الجيوش الألكترونية وسائل الإعلام اللي حتى قبل أن يتولى السيد محمد الشياء السوداني مهام حكومته الجديدة همشنوا حملة وهاي قالوا ها وين صار الوجود الأمريكي وين صار بيان البرلمان العراقي الذي صدر في 5 يناير 2020 بعد استشهاد قادة النصر فيما يتعلق بأن تقوم الحكومة وكان كان يفترض أن تقوم حكومة السيد عادل عبد المهدي آنذاك بالدخول في حوار مع الأمريكان لإخراج القوات الأمريكية الأمريكان قالوا في ذلك الوقت احنا لا ما نجري معك حوار لأنك حكومة تصريف أعمال بعدين راحوا سووا مثل هذا الحوار على مرحلتين بس حوار يعني حوار الطرشان مع السيد مصطفى الكاظمي وقال الأمريكان أنفسهم وهذا تؤكده السفيرة الأمريكية الآن في هذا المنتدى منتدى ميري في حينها قال الأمريكان البنتاجون قيادة القوات الشر المركزية في المنطقة كلهم قالوا بأن القوات الأمريكية هي باقية في العراق ما حصل القتالية لكن ما حصل هو فقط تغيير في الوظائف الشكلية وقالوها بالحرف الواحد على الورق فقط وتبديل اليونيفورم يعني الملابس وكان ملابس قتالية والله هم يلبسون ملابس مدربين ومستشارين في الوقت الذي تؤكد كل التقارير الأمريكية الأمريكية خصوصا التقارير الأمريكية التي تتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في المنطقة سواء في العراق سواء في سوريا أن القوات الأمريكية عدة وعديدة في تزايد مستمر عن طريق منفذ جريشان وتعرفون جيدا وتذكرون جيدا أحبائي منفذ جريشان هو على الحدود العراقية الكويتية جهة البصرة وهذا المنفذ الوحيد ربما الذي طبعا عدا المنافذ في كردستان العراق الذي لم يغلقه رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عندما أصدر في فترة ما عفوا أوامرة بإغلاق المنافذ الحدودية مع إيران وسبب بمشاكل اقتصادية كبيرة لسكان الجنوب وبشكل خاص والوسط حتى أن سكان تلك المناطق أخذوا يشترون البضائع أو المنتجات الزراعية التي كانوا يشتروها من إيران بسعر بسيط وزهيد أخذوا يشتروها بأضعاف الأسعار لأنها كانت تأتي من عبر المنافذ في كردستان العراق وإن تحسب تكلفة النقل وما إلى ذلك فعلى أي حال طبعا الحكومة العراقية الجديدة دعم هي الآن في بداية عملها نحن لا نستعجل لكننا فقط نريد أن نذكرها بأن السفيرة الأمريكية تقول جئنا لنبقى وأن القوات الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية لن تذهب إلى مكان آخر اللي موجود في العراق بل هي في تزايد مستمر والأمر يقتضي بالفعل حوارا استراتيجيا فسهنانا حوار استراتيجي جدي حقيقي بين العراق وبين الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بين العراق وبين إيران وبين العراق وبين تركيا للحديث عن الكثير من المسائل والباقية خاصة فيما يتعلق بالتواجد العسكري الأمريكي التواجد العسكري التركي أما فيما يتعلق بإيران هو إنهاء المسائل العالقة من القرار 598 هذا القرار الدولي الذي أوقف حرب النظام العراقي السابق التي شنها على الجمهورية الإسلامية وعلى الشعبين العراقي والإيراني لكنه لم يفضي إلى اتفاقية سلام وهذا الأمر يجب أن يحسن ابقوا معنا معادلة الدين الفوضى والتقسيم ما حصل في درعا السورية لم يتكرر ولن يحصل في إيران أحبائي تتعرض الجمهورية الإسلامية في إيران إلى مؤامرة كبيرة وخطيرة نعم الجمهورية الإسلامية شهدت مثل هذه المؤامرات كثيرا منذ قيامها ومنذ انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية في فبراير شباط 1979 وتجاوزت كل المؤامرات السابقة الحمد لله مرفوعة الرئيس وأمامنا الحرب التي شنها النظام الصدامي على الجمهورية الإسلامية وأنتم تعرفون الأهداف واحدة من أهم الأهداف واحدة من تلك الحرب العبثية المجدونة هو دقس فين بين الشعبين العراقي والإيراني طبعا هناك أهداف كانت أسقاط الجمهورية الإسلامية فصل قريم خوزستان أو محافظة خوزستان التي تقتنها أغلبية عربية تحريك النزعات القومية حتى في كردستان إيران وفشلوا خرجت إيران مرفوعة الرئيس قوية إيران كانت تتعرض إلى ضربات بالصواريخ أرض أرض من قبل النظام صدام وإحنا شهدنا ذلك وشفناه بالعين المجردة وما كان عدها قدرة على الرد لكن بعد ذلك تجاوزت تلك الضربات كانت تسمى بحرب المدن واستطاعت أن تخرج من تلك الحرب وهي دولة صاروخية الآن إيران دولة صاروخية الآن اللطيفة إيران أصبحت أيضا دولة قادرة على صنع طائرات من دون طيار متطورة أنا أشوف التصريح طبعا أنتم تذكرون جيدا دائما كل مشكلة تصير في المنطقة يقولون كل من إيران كل من إيران المملكة العربية السعودية تعتدي على اليمن تقول كل من إيران الشعب البحريني المسالم الجميل ينتفق يقولون كل من إيران يجي تقرير بسيوني هذا التقرير في نوفمبر 2011 بسيوني حقوقي قانوني مصري كلفه الملك البحريني حمد آل خليفة أنه يسوي تقرير تحقيقه شوال المشكلة اللي يصير في البلد فجاء هذا التقرير وقال ماكو تدخل إيراني حتى كانوا يتهمون الإذاعة الإيرانية والتلفزيون الإيراني بالتحريض الشيعة في البحرين قال حتى هذا ما لا وجود تقرير رسمي كلفه هو الملك كلف هذا الرجل بإجراء مثل هذا التحقيق وكل من إيران كل ما تصير شاغة كل من إيران وحتى لو تشوفون في وسائل التواصل الاجتماع صارت نكتة لطيفة الرئيس الأوكراني الرئيس الأوكراني والله قالها بالحرف الواحد خسرنا ونخسر في معاركنا مع روسيا كل من إيران حتى هذه العبارة استخدمها كل من إيران شو عندهم شغلة يذبوها برأس إيران أكو مشكلة في العالم في جزر الواق واق إيران سوريا أنا ليش قلت لكم ما حصل في درعة لن يتكرر في إيران في سوريا يجوا واختلقوا قضية أنه كتعذيب لأطفال وكذا في درعة وسووا لهم انتفاضة ومضاغرات والعالم اشتغل وقالوا كل من إيران حتى في تلك الفترة قالوا كل من إيران هي التي تقوم بتعذيب وتشارك في قتل المدنيين السوريين والحمد لله كل من إيران سوريا لم تسقط بيد الأرهاب فأقول أن إيران تشهد موجة مدروسة غير عفوية كما شهدناها نحن في تشرين وكما شهدتها أوكرانيا في 2014 لما يسمى بالثورة الملونة مدروسة غير عفوية من الاصطرابات الممنهجة والسيناريو الذي جرى في سوريا في درعة تحديدة حتى يؤدي إلى تحويل سوريا إلى دولات كانتونات تتصارع تتقاتل نفسه جاء يطبقوه وحاولوا يطبقوه في إيران سيناريو القتل الممنهج وأنا حدثتكم عنه في لقاء السابق احتيالات قتل فتيان صغار حتى هذه محسة أميني موضوحة مشكوك فيه من هنا تسكن في غرب إيران في سقز بطقة كردية في كردستان إيران مدينة سقز ما جاي الطهران جابوها الطهران بذاك اليوم وماتت بذاك اليوم سووا فتشي شون ماتت إجوا تسعة عشر طبيب لث أربع لجان متخصصة أكدوا أن هذه الفتاة لم تضرب لم تتعرض إلى ضرب لم تتعرض إلى اضطهاد لم 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 مرض في رأسه تم توقيته أن تموت في تلك اللحظة ورفعوا لك قميسها مثل قميس عثمان كما يقولون وتعالوا وسقطوا النظام نظام الجمهورية الإسلامية زين إذا هي مظاهرات بعدين طبعا شوي طوروها إلى مظاهرات الحجاب أنه ما نريد حجاب إجباري وأنا حدثتكم عن موضوع الحجاب وقلت لكم هناك ما أحد من معاهد التفكير أو مراكز التفكير الأمريكي وذولي اللي يشتغلون ويا يعني العملاء الذين يجري تجري تنبيتهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وصفوا الحجاب في إيران بأنه مثل جدار برلين إذا سقطنا الحجاب في إيران وأجبرنا الحكومة أن تتراجع وتقول يا أبو ماكو حجاب يعني شون جدار برلين سقط سيسقط ستسقط الجمهورية الإسلامية بعدين اتطوروا ظلوا يدعون إلى هو طبعا مطوروا بس هو هذا الهدف المبيت لكن بعدين بتطرحوه بشكل واضح وصريح وهو تقسيم إيران تجزئة إيران امطلاقا من معادلة تقول وهذه في الاتحاد السوفيتي السابق أيضا جربت المعادلة تقول أن الايديولوجيا الدين هو الذي يوحد القوميات المختلفة أو المتعددة في الاتحاد السوفيتي أيضا اشتغلوا على موضوع الثقافة الغربية بث الثقافة الغربية اللي الإمام الخميني أول ما وصل إلى طهران حذر من ما سماها أو ما سماها بالغزو الثقافي الغربي يجوا بالاتحاد السوفيتي اشتغلوا عن طريق الإعلام وعن طريق ترويج سلع اقتصادية كمالية بالنتيجة هذه الثقافة الغربية التي تضعف العقيدة الماركسية الشيوعية لدى الاتحاد السوفي الدول العديد 15 دولة وحدهم الحزب الشيوعي العقيدة الماركسية إيران تتشكل من 6 قوميات القومية الفارسية القومية الآذرية يعني تركية بس غير التركمانية والقومية التركمانية بس الآذرية تختلف بس اللغتهم هم مختلفة القومية العربية القومية البلوشية والقومية الكردية تعالوا نشتغل على إضعاف الدين لدى الشباب تحديدا أكثر الذين دفعوا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وتلفزيونات مرتبة سلفا تم تأسيسها سلفا تبث باللغات المختلفة وخصوصا الفارسية ممن لا تتجاوز أعمارهم 18 بين 15 و 18 يعني أكو آخرين بس هذول الأغلبية خصوصا ركزوا على الفتيان أضعاف الدين عدهم أضعاف العقيدة عدهم زجهم دفعهم إلى الفوضى التي تؤدي بالضرورة إلى التقسيم وهذا شفناه بالعرق طب احنا من صرعة مظاهرات تشرين وهم صارت قضية القناص والطرف الثالث اللي لحد الآن لم يكشف النقاب عنه وقلت لكم هذا تكرر في لويبيا في سوريا في أوكرانيا الهدف شنو هو في العراق واضح الهدف الهدف في العراق هو أيضا التقسيم وفي وقتها وفي وقتها كان ترامب حاضر وجاهز وعنده صفقة القرن وصفقة القرن يجب أن تنتهي بإيجاد إقليم سني عربي يتم فيه توطين اللاجئين الفلسطينيين وبعد تنتهي القضية الفلسطينية ما تقبل كيفك لازم بالنتيجة هذا يؤدي إلى شوي شوي تقسيم العراق الآن هم نفس الشيء يريدون أن يحصل ذلك في إيران لكن في إيران معادلة الدين قوية أنا شفت يعني استقصاء حقيقة أو بالأحرى إحصاء استطلاع أجري بعنوان مواقف الإيرانيين من الدين في الفترة من 6 إلى 21 حزيران يونيو 2020 لصالح معارضين للجمهورية الإسلامية يعني شاين يركزون على موضوع الدين فسووا عملية إحصاء وشمل أكثر من 50 ألف مستجيب يعيش حوالي 90 منهم في إيران أكد هذا الإحصاء أن الدين يلعب دورا كبيرا في حياة الإيرانيين وفق الاستطلاع 78 بالمئة من الإيراني هذا استطلاع غير يعني ليس مؤيدا للجمهورية الإسلامية لا هذا يدور على نقاط ضعف حتى يجي كبرها يقول 78 بين الإيرانيين يؤمنون بالله أنا بعد تقدر تقل أنقسم لا تدافع عن الجمهورية الإسلامية لا تستمع إلى توصيات وتعليمات المراجع والولي الفقي طبعا لا ويؤمنون بالحياة بعد الموت ويؤمنون بالجنة والنار ويؤمنون بقدوم المنقذ النص المنقذ يعني المهدي المنتظر لهذا يمكن القول أنه بالنظر إلى شعارات المتظاهرين الأخيرة التي تتناقض تماما مع توجهات غالبية الرأي العام الإيراني فإن اللعب على ورقة جر إيران إلى الفوضى والتقسيم هو كالنقش على الماء امام الله